الحمد لله يا أخوتي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفعلها وتربح المباراة كما كنا متوقعين يا أخوتي سقلت هذه المجرية وتكالفات إلى نصف نهائي وبالتالي رمنت يعني ميضالية لصالح الجزائر ليراهوا فرحان يهبط التحت ويخلي لايك خلي لايك خويا الجزائري لأنه مازلنا مكملين في طريق الدفاع على إيمان خليف خلي لايك خويا الجزائري لأنه في الفيديو هذا راح تضحك على واحد العباد أقرى منافقين واحد العباد لي ما يسواوش واحد العباد لي غيرتها دراما وهدرها فرغة برك كيف هم كما إيران يا أخوتي غيرتها هدرها فرغة فقاعة من الفقاعات المهم خلي لايك تاعك وخلي تعليقك خويا الجزائري ورسالتك لإيمان خليف ودرنا الصورة هذه اللي راكم تشوفوا فيها هذه الصورة في خاطر إيمان خليف يا أخوتي قبل ما نبدأ حبيت نوجه شكرا بالبزاف إلى كل الجزائريين وحبيت نقول لكم أنتوما أحسن شعب وأفضل شعب ودايما لازم نكونوا كما هكذا اليد في اليد نستعرف بكم وبالخصوص يا أخوتي المغتاربين الجزائريين يعني من كل الدول لأنه حضروا من إسبانيا من إيطاليا جاءوا لمساندة إيمان خليف من وسط خيرانسا بعد المهم اطغاو ما كانش بلاصة ما كانش يا أخوتي والتشجيعات وكلش نستعرف بكم من لخر شرفتونا وثاني نشكروا كل الصفحات تعلم سارواء ووقفوا مع إيمان خليف واحد الوقفة كما الصفحة هذه يا أخوتي قالت لهم فضلت تنزل سوري أسطوريات البارح بش تأثر على إيمان خليف قالت لك ما جاءت اليوم شفت أول بوكسين زوج دبزات والاثنين الأخرين حكاولها عليهم آي 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 يا أخوتي الجزائريين توقعنا أن العالم كامل يعني يجي غد إيمان خليف حاجة عادية إيرون مازك ولا ترامب ولا غيرهم من المسؤولين لكن الحاجة اللي ما توقعناش أنه الفقاعة تخرجوا يعني تطالب بيطرد إيمان خليف نعم كما رك تسمع أخويا الجزائري شكون هذه الفقاعة هي تركيا كينزوج فقاعات في العالم هذا كين إيران وكين تركيا السلام عليكم فقاعات غير تهدر أبرك وكلام فارغ السلام عليكم من الأخر يا أخوتي أردوغان الفايح هذا اللي راكم تشوفو فيه الدولة تاعو والاتحادية تاع الأولمبية يعني تاعو خرجت بتصريحات وطالب رسمي لشكون يا أخوتي لللجنة الأولمبية الدولية طلبوهم من أجل يعني ترد إيمان خليف من المسابقة قال لك يا إيمان خليف لازم نتردوك من المسابقة علاش؟ قال لك لأنه ما كانش كما نقوله المساواة بينك وبين المنافسات الأخرين يا أخوتي علاش دارو كما هكذا؟ لأنه كانوا بكل بساطة يستنو في المصارعة التركية تاحهم يستنو فيها يا أخوتي بيش تتأهل قال لك تتأهل تلعب كونتر إيمان خليف تودروا في الحسابات أي ربحونا العيب يا أخوتي ربحونا العيب بهذا الطالب الفايح وبينوا النفاق تاحهم وبينوا يا أخوتي كلش وعلى كل يحنا عرفوهم وعرفناهم عرفناهم وتفرحوا لكم على بلكم كيفاش تفرحوا المهم يا أخوتي الجزائريين كانوا طامعين الملاكيمة تاحهم تتأهل أيه وش صرى لها الملاكيمة تاحهم تقصات لكن الفايحين كملوا في طالب تاحهم ملاكيمة نحكي معكم كملوا في طالب أنوا حابين بالسيف إيمان خليف يتردوها من المسابقة يا أخوتي الجزائريين يكون في علمكم أنوا ما كانش يعني دولة من غير يعني الماجر هذيك اللي كانت حتلعب ضدها إيمان خليف هي اللي طلبت يعني من أجل طرد إيمان خليف هاكم تشوفوا الأتراك كيفاش الأتراك كانوا هما السباقين لهذا الشي ثاني مش تعرفوا أنه هذا التركي من أكبر الحاقدين على أي حاجة يعني عربية ولا جزائرية فهمتوا يا أخوتي والإعلام تحم والخرطي تحم وخرطي يا أخوتي والله ما يديروا عفسها صدقوني ما يديروا عفسها طالعين غرب الإعلام مش دين أنفسهم إلا عن طريق المسلسلات التركية تحهم باللي هما زعمة دولة قاوية وكذا ويصنعوا الدرونات كلش خرطي يا جدك يا سيدي حتى ونقولوا ماشي خرطي يا أخي أقرأ واش درتوا بيهم يا الأتراك تعرفوا غير تهدوا وتهدروا والسلام عليكم وبعد جدكم في زعمة إيمان خليفة درتوا عفسها درتوا هدها يا أخي حالة يا أخي منافقين يا أخي مش تشوفوا يا أخوتي أنه قدم شواكرهم ما يقدرواش يديروا كشفية علوة ولا يديروا طالب ولا في الأمم المتحدة يخلطوها لا لا هم أمام الجزائر بارك ولا أمام الدول العربية بارك ليستقواوا وكم فاهمين هذه هي حكايتهم الأتراك المهم إيمان خليف يا أخوتي نشكروها بالبزاف على التأهل تحا تعصح غارتني غارتني وعلى بليك من الجزائريين بكاوا عليها فليك اللقطة وينبكات أثرت بالبزاف تصور يا أخويا الجزائري أنه ضغط جايك من كل العالم ما قال جايك من العائلة تاعك ولا من دولة تاعك بارك لا لا يا أخوتي وإنما كل العالم على بلكم بلي التغريدة تحا أكثر يعني تغريدة انتشارا في تويتر وقيل 1.2 مليون تغريدة يا أخوتي بمعنى أنه هذه التغريدات قادرة توصل حتى الزوج ملاي ربنادم ولا تلاث ملاي ربنادم اسمع بالحكاية تائما خليف المشاهير كامل تكلموا عليها يا جدك القنوات الكبيرة كامل يا أخوتي الكبيرة تاع الصح ماشي قالت مسخير تكلموا عليها البي بي سي سكاي نيوز كيفاش تقدر تتحمل الصحف الكبيرة الانديبندنت هذيك نيويورك طايمز يا ودي رهي ولت حادث عالمي يا واقلة ما كانش رياضي في العالم در حادث عالمي كما إيمان خليف بينات تضغط مسكينة بينا يا أخوتي تبكي مسكينة لا غالب لا غالب هذه هي يعني يا أخوتي لازم نوقف مع بنت بلادنا ونكمل ونوقف معها إن شاء الله ستجيب لنا الذهبية يعني قلت لكم الأمني يا تاعي أني ستجيب الذهبية كي تجيب الذهبية يا أخوتي ثمك فرحة وحدها نقدر نخد جون حتافل ونورمال والله نضيف ولي وعادي وذكارة في جميع واحد سبها و جميع واحد طيح لها المورال و جميع واحد حبي يقيسها و جميع دولة حبة زعمها طيح لنا من المورال تاع البطلة تاعنا لكم شفتو هاهاها اللي تدخل تدي السقلة و جي خارجها ولو كانت لاحظه و ماحبتش تستخدم اليوم القوة مليح مليح مع المجرية هذيك وإنما استخدمت يعني العذاب بالشوية عذبتها بالشوية بون يا زوج تجبت تخليها تريكي بيري أنا رماركيت هالعفسة هاري أخذت بون يا زوج تجبت تخليها تريكي بيري بون يا زوج تجبت خليها تريكي بيري بشبعتها سقلة في الأخير جاءتها الفايحة هذيك المجرية و طلبت الاعتذار منها لو كانت لاحظه و جاءت عندها و هادرت معاها قالت لها سمحيلي و كذا إيمان خليف قلبها كبير ما ضحكت معاها و السلام عليكم فوش نقول لك يا إيمان خليف كملي كما هكذا برك وأنتو ما يلجا لي شكرا بالبزاف رأيكم شرفتونا و ماذا بكم يعني حتى في المباراة القادمة تزيدوا تدخلوا بقوة فهمتو؟ المباراة القادمة ثانية لازم تكونوا بقوة فيها و إن شاء الله تزيد تتأهل للنهائي و رانا وراك الشعب الجزيري كامل معاك منزيد يشتبكي أرفعي راسك راكي جزيري يا راكي جزيري يا راكي جزيري يا أرفعي راسك إيمان خليف كلنا معاك خوتي في التعليقات خليوا لها رسائلكم خليوا لها تعليقاتكم يا خوتي و ما تنسوش تحية الجزائر اليوم غدوة السلام عليكم خوتي شكرا